السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي لو عندنا صورة زي اللي قدام حضراتكم دي نحولها لسري دي في برنامج جوجل سكتشاب واحنا مثلا ما عندناش الابعاد بتاعتها ولا اي حاجة هنشتغل عن النسب اللي موجودة في الصورة دي وده كان بنان عن طلب احدى متابع القناة طلب ان احنا نعمل فيديو نشرح في الموضوع ده اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح لبرنامج جوجل سكتش اوب ثم بعد ذلك هنبتدي نختار الفرونت من الفيوز بتاعتنا نختار الفرونت بهذا الشكل ثم بعد ذلك هنروح لفايل امبورت ونبتدي نشوف الصورة بتاعتنا فين ونختارها بالمناسبة لو ما لقيتش عندك جي بي جي بتقدر من السهم ده نختار وتخطي حد تخيار جي بي عشان يجيب لك كل الصور اللي موجودة عندك تشوف المكان اللي في الصورة بتاعتك تختارها وتقول له كده احنا استوردنا الصورة اللي احنا عايزين نحولها لسري دي ونبتدي نضعها في الجزء ده نضغط كليك كليك مرة اخرى عشان تثبت معنا بهذه الطريقة بنفس الابعاد اللي موجودة عندك ثم بعد ذلك هنبتدي نقول له كوبي نختارها ونقول له موف كنترول ونضغط كليك ونسحب عشان ناخد منها نسخة كده تمام كده دي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها هنقرب ثم بعد ذلك هنبتدي نفعل خيار اسمه من الاوامر اللي موجودة في الاعلى عندنا بهذه الطريقة وبعد ذلك هنختار امر ونبتدي نرسم مستطيل حيمثل المبنى بتاعنا هنبدأ من الركن ده ونسحب الى اعلى لحد ما نوصل للركن ده بهذه الطريقة نهاية المبنى بهذه الطريقة هتلاقي اني في خطوط المشروع بتاعمل الحديده بهذه الطريقة ثم بعد ذلك هنبتدي بأمر اللي هنبتدي امشي على الخطوط دي هلاحظ اني فيه خط ماشي في الجزء ده اهو ده يمسل دور الارضي طبعا ده المفروض في نفس مستوى ده تمام وهنبتدي ارسم مستطيل حيمثل الشباك ده بهذه الطريقة اهو وحرسم مستطيل تاني او لاين بيمثل الجزء البارز عندي ده بهذه الطريقة همشي على الصورة بتاعتي همشي بمجموعة خطوط على الصورة بتاعته بهذه الطريقة وهاخد لاين كده من البدادي لانها دي ولاين البدادي لانها دي بهذه الطريقة بيمثل الجزء البني اللي موجود عندي بهذه الطريقة انا خلصت الدور الارضي هبتدي طبعا المربعات التانية دي ممكن تبقى ماتيريلا ممكن ترسمها موديل بس هي غالبا هتكون ماتيريلا ثم بعد ذلك هبتدي اخد لاين من الجزء ده كده لحد الجزء ده كده وحبتدي اقفله لحد الخط ده وحلاحظ ان في خط تاني هو في الجزء البارز ده هبتدي امشي عليه وخط هنا هبتدي امشي عليه بهذه الطريقة هيفضل معي الفريم والمستطيل والشباك التاني عن طريق امرو بتانجولر ابتدي ارسم المستطيل ده والمستطيل الداخلية بتاع الشباك بهذه الطريقة ثم ابتدي اخترهم واقول له موف كنترول واخترهم واقول له كوبي على الشباك التاني لانهم طبعا شبع بعض بهذه الطريقة كده انا رسمت الجزء ده كاملة هبتدي اكمل اللاين بتاعي لحد الاخر بهذه الطريقة عشان اقفل الجزء ده واشيل الخطين دول دول زيادة انا مش محتاجه عن طريق امر اهو ده وده ممتاز هبتدي اشتغل على الجزء الاخير ده فهبتدي اخد لاين نهاية البلاطة دي اهو لحد الاخر كده ولاين تاني بهذا الشكل اهو بيمثل معي الشكل ده اهو بهذه الطريقة واشيل الخطوط الزيادة بهذه الطريقة ثم بعد ذلك هبتدي ارسم عندي الفراغ ده بهذه الطريقة طبعا فيه ممكن انا مش شايفينه اهو كده اهو هتدي ارسم بهذه الطريقة تمام تمام وحاخد لاين كده اهو وحاخد لاين بتاع الهندر اللي ده ده تقريبا الشكل المبدئي بتاع البروجيكت بتاعي نسينا طبعا في برضو جزء هنا بارس اهو وفي جزء تاني هنا كده ماشي بالشكل ده اهو تقريبا يعني انا طبعا مش هنرسم المشروع كله بتفاصيله كلها انا هنوضع الفكرة فقط لغيره ونرسم المربع ده طبعا تحت طبق الكلام ده على باقي البروجيكت بتاعك كده احنا عارفنا كده احنا عارفنا الطريقة اللي بنرسم بيها على الصورة بتاعتنا وتقدر انك تكمل الوجهة بتاعتك بنفس الطريقة احنا فقط بس بنحاول نوضع الفكرة علشان وقت الفيديو بتاعنا ما يطولش هدي علشان ننتقل للخطوة التانية الخطوة التانية اللي احنا هنعملها ان احنا هنستطيع نعمل بوش للشغل اللي احنا رسمناه هنبتدي نضغط على امر بوش ونبتدي ناخد الجزء ده لبرا حية بسيطة كده بهذه الطريقة هنشيل الاكس ري خلاص انا مش محتاجه انا هاعتمد على الصورة دي علشان ابتدي اعمل البوش بتاعي علشان كده احنا اخدنا نسخة منها ثم بعد ذلك هبتدي كمان اخد بوش للجزء ده حية بسيطة كده ده زي الطريقة عشان يدين نفس العمر طبعا الخط ده ما وصلش للنهاية عندي اهو هاول اوصل الاول تمام الخطوة اللي بعد كده هكمل البوش بتاعي هبتدي اخد برضو الجزء ده هيكون بارز عن الجزء ده فهبتدي اختار اضغط على بوش هنا طبعا الخطأ ان في خط مش واصل مش واصل معي فهبتدي اختار اللايب وابتدي ااكد على الخطوط بتاعتي بهذه الطريقة بس بهذه الطريقة فقط لغيرنا مجرد ان ااكد على الخطوط لما الخطوط سوداء خالص كده يبقى في مشكلة بعد كده هضغط على بوش وابتدي اكس تروت او بوش للجزء ده كده بهذه الطريقة بارز شوية زي ما احضرتكم واضح في الصورة حقية بسيطة بهذا الشكل وابتدي اسحب الفريم بتاعي لبرا كده اهو بهذه الطريقة واسحب اهو بهذه الطريقة بمجرد ان بس بعمل بوش للشكل بتاعي اهو اسحب كده الشباك بتاعي البرا بهذه الطريقة واسحب ده كمان كده يبقى انا كمان خلصت الجزء ده هاجي الجزء الفوق هسحب ده عشان يبقى متساوي مع ده طبعا المفروض يصغر شوية بس احنا عب نوصر برضو الفكرة انت بتحاول تنسب يعاني احنا بس عشان بنشتغل بشكل سريع تمام حاجي اخد الجزء ده برضو بارس هبتدي اختاره بهذه الطريقة تقريبا هيكون لحد نص المسافة اللي احنا اشتغلناها دي هاخده لحد برا كده الاول بهذه الطريقة اهو برا كده وبعد كده ارجعه كمان شوية بهذه الطريقة علشان ارسم الجزء ده هبتدي اسلكت على الخط ده واقوله دليد انا مش محتاجك انا كده رسمت الشكل اللي قدامي ده بعد كده هتدي اخد البلاطة دي برضو واعمل لها بوش لبرا حاجة بسيطة كده تقريبا مساويال دي اهو بهذا الشكل وااخد الجزء ده واعمل له بوش لبرا بهذه الطريقة اللي قدام حضراتكم دي وهاخد الخط ده وهعمل له بوش بهذه الطريقة الريكانجولار ده يبقى كده انا كمان قدر التقرب من التفاصيل اللي انا محتاجها اهو في الوجه حضرات طبعا تقدر تكمل باقي الوجه يعني احنا بس بنوسل الفكرة هبتدي اشيل ده وهارجع ثاني للاكس ري بتاعي وابتدي اضاع الماتيريل بتاعتي هابتدي اختار الماتيريال قريبة من اللي عندي وليكن الماتيريال دي برضو حوضح بها الفكرة لان انا ما عنديش نفس الماتيريال اللي موجودة في الشغل بتاعنا ولا يكون هي دي الماتيريال هتدي اضاعها بهزي الطريقة بهزي الطريقة الف طبعا على الشغل بتاعي اتاكد انه كله واخد ما تريد بهزي الطريقة والمتالة دي هي انا هنا في نفس الجزئية دي هتدي اضاعها بهزي الطريقة تمام تمام كده انا خلصت الجزء ده هروح اختار متيريال تانية واللي يكون هتكون الماتيريال الرصاص دي اهي علشان اضاعها في الجزء ده بهزي الطريقة بهزي الطريقة تمام هيبضل معنا الماتيريال البيضة دي وهي دي صورة ممكن تحضرات تجيبها وتحطها هنحط الازاز هنبتد من هنا نختار جلس عن دي ميرور ونبتد نختار الماتيريال الازاز عشان نحطها للشبابيك والابواب بتاعتنا بهزي الطريقة وده الهندريل اهو طبعا احنا ما كمناش الهندريل اللي هنا فحضرك تقدر تكمله برضو فهي دي الطريقة اللي انا بقدر اشتغل بها في الشغل على الصور حضرك طبعا هتشتغل براحتك وترسم كل التفصيلة انت محتاجها علشان في الاخر نوصل للشكل اللي قدامنا ده نقدر نشيل الصورة دي هنلاحز ان ده الصورة الاصلية وده بتاعنا تقريبا احنا قربنا او عملنا له محاكاة على برنامج جوجل عرفنا من خلال المحاضرة ازاي نصدر الصورة بتاعتنا ازاي نبتدي نرسم الخطوط بتاعتنا على الصورة عرفنا ازاي نتحكم في الفيوزر نحن نختار الفيو بتاعنا المناسب للرسم وفي الاخر عرفنا ازاي بنشتغل بامروبوش علشان نحول الصورة بتاعتنا لسري دي هو ده مضمون المحاضرة بتاعتنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم احنا بمجرب فقط بنوصل الفكرة ما كم الناشي البرويتج الاخر بس تقريبا رسمنا حوالي تسعين في المية منه حضرتك تقدر تكمل برحتك هي ده كل اللي احنا عايزين نقوله يارب تكون المحاضرة مفيدة لحضراتكم يارب تكون المحاضرة قدمت اضافة لحضراتكم اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته